الرئيس النبساوي في 14 مايو له تصريح على وكالة الأنباء النبساوية قال أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تجعل الأمر سهلا على نفسها في بعض الأحيان وفي نفس الوقت حذر من تنامي معادات السامية وقال في إسرائيل من السهل جدا ربط أي نقد لإجراءات الحكومة الإسرائيلية بمعادات السامية أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تجعل الأمر سهلا على نفسها في بعض الأحيان يعني يعتبر هذا فينا نقول تصريح متقدم إلى حد ما من رئيس الدولة النمساوية صحيح أن الرئيس الدولة هو رئيس الامتيازات ليست بمستوى المستشار ولكن تشعر أن هنا فعليا يوجد محاولة رسم شكل انتقاد الحكومة الإسرائيلية كيف تقيموه؟ أعتقد أن هذا قليل ومتأخر كما يقوله بالانجليزي too little too late يعني كان على رئيس النمسا أن يحدد موقف يستند على موقف أخلاقي لأنه رئيس النمسا لديه صلاحيات بروتوكولية في هذا البلد لكن هو سلطة أخلاقية قبل كل شيء وبالتالي أنا أعتقد أنه كان على رئيس النمسا بمرحلة مبكرة جدا أن ينوه لقضيتين قضية أن انتقاد إسرائيل لا يجب ولا يجب أن يكون معادة للسامية إما إسرائيل هي دولة مثلها مثل أي دولة أخرى تنطبق عليها كل المعايير التي تنطبق على كل دول العالم أو والله إذا هما بيعتقدوا أنه إسرائيل هي يعني نموذج مختلف يقولوا لنا أنه والله إسرائيل لا تنطبق عليها معايير القانون الدولي